أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظر لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا يوسلنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذذكرتم فالأنتم قوم مصرفون واجاء من أقص المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الضرون أهنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق النهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبضية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم منفقوا مما رزقتهم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يردعون ونفق في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أذراجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولنما يدعون سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون ومن نعمرون الكسف في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لنا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولا يروننا خلقنا لنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذلل لها لنا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا لعلم ما يسررون وما يعلنون أولا لم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه وقال من يحيي العظام ونيرم أولي حميها الذي أراشها أول مرة وهو بمل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقضر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنتم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصون كالفغفار وخلق الإنسان من مارد من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخلق الإنسان من صلصون كالفغفار يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان وله جوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان كل من عليها فار ويضع وجه ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شهر فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا عشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تتنفذون إلا بسطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتها أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرشش بطائنها من استبرق وجنى جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبغر جنحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربكما تكذب جلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن انتفابت فارجع البصر أن ترى بها فطور ثم رجع البصر كراتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتقنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أغلبوا فيها سمروا لها شريطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كل ما ألقي فيها فعجو سألنا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصغروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمعكم ما في السماء يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولا يروا إلى الطويل فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكهن إلا الرحان إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لنجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي آشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلع عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما نأوز الفتا سيء أتوجه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومهم معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أدليم قل هو الرحمن آمنا بني وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الرحمن الرحيم قل هو الرحمن الرحيم قل هو الرحيم لم يلق ولا يولد ولا يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في المقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر واسبع سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نوالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نوالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالضيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فرسجه السماوات والأرض ولا يقود نوح حجهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نصا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدد الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم منا نمی يا الله قرآن مجید کی سورة عاصر سورة رحمان سورة ملک اور چاروں تلعبت کری ہے الحمد و شریف کی تلعبت کری ہے سورة بقرآن کی تلعبت کری ہے مولا جو غلطیاں خامیاں ہو گئیں معفرما صحیح کو اپنی بارگاہ قبول فرما يا الله يا رحمن يا رحيم يا قرير قلال مجید کی برقصة مولا ہم سب کی برشانیاں دور فرما برکتیں اتا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں اتا فرما يا الله ہم سب کی خطائیں معاف فرما پرشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیات سے محفوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتش نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جہد قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی اتا فرما مولا ہماری دعائیں معبول فرما دعائیں معبول فرما يا الله میرے دادا مرحوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلاوت کے سب کہہ مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں على مقامتا فرما مولا دعا قبول فرما يا الله جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسینی سورے رحمان سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلاوت سنو ہے مولا اس کے تمام مقصد پورے فرما جائز کارگار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں اتا فرما مولا دعا مقبول فرما اللہ تقبل بلنا انکا انت السمیو العلی وتبعالینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی لاخر خلقه ونور ارشه مولانا محمد وعلا آلہ وصحابه ادبعین رحمتک یا احمد رحمین لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم